أخي المتتبع الكريم سلام الله عليكم تحية لكم ما غادي تشوفوني والأسف شديد حتى أنا مقدش نشوفكم الأسف شديد وشهد خبار المسؤولين أن تزامنا مع الأذان ديال المغرب تقطع الضوب بوحد طريقة غريبة في النواحي ديال وزان أخي المتتبع الكريم هناك ما كتشوف أخي المتتبع الكريم أن تصور حتى الناس صلة وفضلة فالله يضويع لنا من عندك وشكول يتحمل المسؤولين حنا عرفنا بأن عملت الإقليم دارج جماعات ماراتونية قبل من رمضان وقع المصالح الخارجية تعهدوا أمام عامل الإقليم باش أنهم غادي يكونوا في حالة 60 فار ولكن الأسف شديد أننا كانت توجدوا هنا في نواحي بريتشا أو جماعة بنيكولا ولكن الأسف شديد مناظر كانت قصحة هو أن الناس لم يجدوا حتى يتشوفوا في المسجد شيء اللي خلاله البعض اللي عندهم مطر ديال الضغة يستعملون في حين أنه يبقى تساؤل ماذا يتحمل المسؤولية؟ الصلاة أننا باش نتقربوا الله سبحانه وتعالى باش نتحرموا منها ما مقبولاش ولحد الساعة ما زال بعض الأحياء في وزان النواحي لا يوجدوا فتحية أي واحد ولكن باش أننا نتصاد في الوجود هنا فهذه المناطق القوة ويوجدوا أن الناس انتم استعملوا في تساقطة المطارية وفي تساقطة تلجية وفي تدين الناس حيث تغييرات الجوية هنا فالناس ونقوم باش نتكر انتم تقربوا انتم تقربوا انتم تقربوا انتم ترون الناس يجب أن يكون في طرف الظلام وعيب وعار ويجب أن تقول لي أن تحرك الضوء تقطع الضوء لكن لا الآن لا يوجد الضوء في مجموعة من المناطق هناك مؤسسة سياحية كبيرة المعروفة هنا في المنطقة وهي لديها أكثر من 300 سياح أن كلهم يستغربون أمام القطاع المفاجئ القرباء فأكبر أن تصل إلى السيد العامي المشكر لا يوجد هذا المفاجئ كانت في البيسيت سيكوريتي مامي المرة في الاجتماعات البيسيت سيكوريتي أعطي تعليماته لكي أن الضوء الماء أنه مخصوش يوقف العباد الله ولكن لكي نعيشوا معكم في هذا الضلام هذا مانويت نتمنى أن المنتخبين تحمل المسؤولية أو لمكسب الوطني ضد الكهرباء يوهي أبني وأبنكم يتحدث أنه ليس القضية تجري في القيد أولا القيد محاين السربيس ولكن أنه بشي تقطع الضوء بوحد طريقة غريبة عن الساكينة في مجموعة الضواور نعيها للا حول ولا قوة لهم إلا بالله العري العظيم فأنتسأل أبني وأبنكم لا تقبل لا تقبل شيء يشه تبارك الله عليك وتبارك الله المتتبع الكريم خويا العزيز مطار فاس مطار فاس مطار فاس سيستحيالك يا أخي العزيز أحبك في الله مطار فاس وهذا هو الحل دي المنطقة والعقلية والله حشو ما حشو ما ما مقبوله شاو الساد تفضل مقطاعات الكهربة دائما مقطاعات الكهربة متكررة هنا في المنطقة والغارب في الأمر العجب هو بدون إشعار مسبق فكينين اللي يكون في العوان الناس عندهم أمراض مزمينة وأنا عينت حالة عبر قناة شوف تيفي يعني واحد شخص مسكين تعيش حالة صعيبة تعيش بالأكسجين واحد لاباراي اللي تعيش به هذيك لاباراي تتخدم بالضو فتنقل لي أخي عزيز بالحرف قال لي أنا تنخمم وتنوقع نفكر وتنقل الحياة ديالي عتتوقف مجرد أنا لما تنشوف البراق والسحاب تيخاف من القطاع ديال وما من مرة تقطع عليه الضو وتبقى هكذا الرجل تتخنق الله يكون في العوان والله يشافه مسكين بهذا المنسبة فواجب على المسؤولين على الأقل على الأقل يكون واحد إشعار مسبق بأننا رحنا بسعار فلان فلانية هذين قطعوا الضو وهذي السيء وهذه يرجع بسعار الفلانية لا هو انقطاع دبا مفاجئ هذا انقطاع مفاجئ فأنا شمعت دبا بأنه حتى بعض الأحياء ربما فوزان مقطوع فيها الضو إذا نتمنى وأنه كان مش حالادي تكون لانتروتيا مش حالادي أنه تكون واحد المراقبة عملت الإقليم رادرت اجتماعات ما من مرة وانبهت للمسؤولين اليوم كنشوفوا صور على منصات تواصل الاجتماعية للعامل هو براسه في جولة في المغرب العامي يقباش يطمأنع للساكينة فما بقاوش نحمل المسؤولية غير رجال السلطة أنا بلغ إلى علمي بأنه تم تأديب أحد القياد هنا في المنطقة فما نبقاوش دائما عنا رجال السلطة مش هاد القفاء نسبيوا هافلة مقدم مش هاد القفاء نضحيوا بالقيد مش هاد القفاء نسولوا نضحيوا بالباشا أرى هادوك ناس ديال السلطة اللي منحقنا أننا نحتحنا نحميوهم ناس اللي جاوا تغربوا التهم وخلوا وليديهم ويجاوا لنا وراء الجبال باش أنهم يديروا واحد جريبة للتاريخ الحمد لله قد يشكرهم عليها والعكس صحيح فما كيف ماشنا أن وزارة الداخلية صارعت لتأديب قائد هنا في المنطقة فكنتمنوا بيان حقيقة تخرج به يخرج به المكتب الوطني المغليبي ديال الضوء الغريف الأمراضي حمد هما الاحتراقات المتكررة المحولات بعد الضوء والنموذج من دوار الذي عقوب جماعة زومي اليوم تقريبا أسبوع قريب اليوم سبعية يعني لمقربة من أسبوع الضوء مزال مقطوع والمحرك لم يتم تغيره علي أبو سلمة يقولك أنت أخو يا حمد والليلة فطرنا فضلان ديما هكا ما غريبش علينا هذا الشيء فلا ما مقبلش كل تضامون لا أننا باش نصليوا في الظلام فالله يضويا علينا في الأخرى الله يضويا علينا في الأخرى أما اليوم تحسب أمام الله وأمام الضمير بأن الساكنة عاشت في الظلام ولا زالت بعض الأحياء اللي احتساها تعيشوا في الظلام ب accustomed فعروف هنا نشوفه هنا بهم هناك شكرا هناك شكرا ما يعنيه لنيه هذا الشكرا ما يعنيه هذا الشكرا ارجاء الله ما يعنيه هذا الشكرا نقول للدماء الناس هناك شكرا سوف يقول لي الدواء الناس ولكن أنا كعابير سبيل أنك مغترب على هذه المنطقة كيف سوف يدير باش العربي أنك الدمي في رجل لدو بالفراج أرواحنا غالية عند صاحب الجلالة الأرواح ديالنا غالية عند عاهل البلاد أرواحنا غالية على أي واحد إخواني في هذه البلاد هذه السعيدة عنده مسؤولية الناس دواء المس الناس دواء المس قال لك يا حسنة جي تشوفوا المس والمس قالوا لي بأن صهرة أحد السياسيين هي الناهي والمنتهي فوالماس بلغ إلى علمي بأن صهرة أحد السياسيين هي التي أصبحت تعطي الأوامر بإسم لسان ممتل الشعب فعافك نسيبتك شده عندك في الدار والحكام نسيبتك شده عندك في الدار وأعرف هات السياسي أنا تنعرف دواء السياسي كان رجولا طيبا كان رجول عادي اشتغل في عدة مناصب دواء السبيت أخويا مقطوع فيه لحد الساعة إذا دواء السبيت تابع الجماعة بني كله دواء السبيت تابع الجماعة بني كله الساكنة تناشد بتدخل عاجل لحد الساعة يعيشوا في الظلام نداء السيارة ديالهات السياسي في توزن في والمس سيارة السياسي ب والمس هي الناهي والمنتعي سيارة السياسي ب والمس أصبحت تبلطج الساكنة سيارة السياسي ب والمس فقط الحدود فعيب أننا كانتا نشوف وشهد هنا ندور مننا ندور فوق الحمد لله هدواء عندهم الضو لا عندهم الماتر ندعي محطة نيندوز هنا ندور فوق ندور فوق ندور قربة ندور مدينة هذه الطرقة دائرة بالمدينة كاملة إذن إخواني الكرام هذا هي حقيقة هذه حقيقة الوضع هنا ظلام حائق ظلام في ظلام قل لك يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأطر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مديري يدك عسى يجاولني الضجر المواطنون يلعبون ويمرحون ولا ضرر وهذه الساكنة كل يوم معاناتها تتكرر إذن تحية لكل الإخوة نحن نشوف بأن على مشارف وزان وزان ربما أنها في السنطر كينتو ولكن في الأحياء الهامشية أن شكرا سعيد يقول شكرا خويا حميد على قناة الشعب شكرا لكم إخواني الكرام تحية لكم إخواني الكرام نحن مشيطة حتى واحد نحن نحاول أن ننشكر أي واحد دار شي حاجة نحاول نشكر أي واحد دار يد في الصحي بالجلالة للتنمية دار البلاد ولكن الخزي والعار لكل من استهان بساكنة المغرب العامق الخزي والعار لكل من استهان بساكنة لا حول ولا قوة لها إلا بالله العلي العظيم الخزي والعار لكل من استغل أخي المواطن معاناة ساكنة تقول للعالم بأن التواب التاج فوق الرؤوس الملكية والعقيدة والوحدة الترابية عاديل يقول جا تشوف تيفي وسيطرات على الصفحات الفيسبوكية لا أخويا عاديل أنا أحيي أصحاب الصفحات الفيسبوكية أنا أحيي أصحاب الصفحات الفيسبوكية والله العلي العظيم أحييكم وأرفع لكم القبعة لأن تجاهدون رغم المعاناة والضيق كما صرح به أحدهم أمس أو لليلة اليوم وفي الأسبوع الفارد فتحية لكم وألف تحية ولجتي الوزان وخطلر سنشرب القواعد واحد ملطموا بالرؤى لا أحيي أتركوا لا أحيي أتركوا نجيبه نجيبه إذن إخواني القرام تحية لكم لا أحيي أحد مسكينها نشرب القواعد زي زي نمشي للهي عندي نوردين نمشي عن نوردين حميد الغزال تلّى في كوفي في الكوفي وهو الإخصوية تلّى فيها وانتو مدامة تلّى في تلّى دراني ورد الملات تبارك الله عليهم والله حسنا تعيانكم وتبارك الله عليكم وأنا أخوكم وأنتم أخوتي وشكرا للسلطة المحلية شكرا وألف شكر ولكن دائما أقول ما خصنا دائما بدأ نضحي بدأك العضلة أنا بلغ إلى علمي بأن أحد ممتل السلطة تجميد تجميد أو تغيير فهذا من خصصات عامل الإقليم فنتمنى أنه دائما منضحي وإننا نريد أن نرى مولدو يلا مولدو جاوبنا ودير واحد البايان وقل علاش الناس اليوم أسدي ما شير فطور علاش اليوم أن ساكينة وزان هزت أكوف الدراعة في صلاة المغرب في الظلام الحائق تحية تخوكم حميد العقاوي أنا بعدها والله نسخة بكم تحية أتباقل عليكم سلامة شكرا وعلف شكرا للسلطات المحلية شكرا للساكينة وزان وسكرا حتى المنتخب وزان ولكن ماشي كلهم أنتم عارفين سلامة بصلاة الرئيسة شكرا